اشتركوا في القناة ومناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وأكد سموه في البرقية أن منتسبي قوة دفاع البحرين على العهد والولاء لجلالة الملك المفدى كما عهدهم جلالته دائما مقدرين مسؤوليتهم ومدركين عظم الأمانة التي يحملونها ودورهم المحوري في حفظ المكتسبات المتحققة خلال المسيرة التنموية الشاملة وذلك لبلوغ آمال وتطلعات جلالته لاستقرار وازدهار بحريننا الغالية وتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن اعتزازه بتهنئة سموه لجلالته وتهنئة منسوبي قوة دفاع البحرين البواسل قادة وضباطا وأفرادا بذكرى تأسيس هذه القوات الباسلة وأكد جلالته أن قوة دفاع البحرين ستبقى بإذن الله حيث نريدها وشعب البحرين الغالي تتمتع بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية وكفاءة عالية مشيدا جلالته بدور سموه ودعمه المتواصل لهذه المؤسسة العزيزة مما كان له أكبر الأثر في إنجازات هذه القوة الباسلة ترجمة نانسي قنقر